أبدأ معك حسين أرحب بك بداية وأرحب بالزميلة مهرة كيف هي أجواء الاستعدادات لاستقبال ضيف البلاد الكبير في زيارة الدولة التي يقوم بها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان كزيارة أولى إلى عاصمة الأنوار باريس صحيح 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 نعم زميلي سهيل من ساحتي ليزان فاليد أي متحف الدفاع وقبر نابليون سيتم استقبال ضيف فرنسا الكبير سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد انهيان رئيس الدولة حفظه الله وسط استقبال رسمي وعسكري في هذه الساحة التي تقبع خلفي بعدها ينتقل سموه في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي الإليزيه مقر السلطة للقاء فخامة الرئيس إيمانويل مكرو حيث سيبحث رئيس دولة الإمارة حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب وخاصة في مجالات الطاقة والمستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة كذلك إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشركة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولتي الإمارات وفرنسا من الواضح سهيل أن ما يربط دولة الإمارات وجمهورية فرنسا علاقات متميزة لا سيمة في عدد من المجالات التي ذكرتها الثقافية وتكنولوجيها وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك الذي تعود بالمصرحة العامة على الشعبين الصديقين نعم حسين أود أن أسألك كذلك عن صدى هذه الزيارة التي يتوجه بها سيد صاحب السمو رئيس الدولة إلى باريس كيف تتابع الإعلام كيف يغطي الإعلام ويتجهز لاستقبال ضيف البلاد الكبير بلا استثناء جميع الصحف ووكالة الأنباء الفرنسية تناولت الموضوع باستفاضة كبيرة وما سينتج عن هذه الزيارة الدولة لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من توطيد علاقات وتكبيرها إلى بعد كبير جدا لا سيمة استقبال سيدي صاحب السمو في قصر الألزي واستقباله كذلك في قصر فرزاي جميع الشوارع الرئيسة رتيسامور فيها الموكب الرسمي مزينة بأعلام دولة الإمارات العام المتحدة وكذلك أعلام جميلة فرنسا الصديقة نعم مزينة بأعلام دولة الإمارات العام المتحدة